قصة اليوم حول صديقين كان يسيران في وسط الصحراء وفي مرحلة ما من رحلتهما تشجر شجارا كبيرة فصفع أحدهم الآخر على وجهه شعر ذلك الذي تعرض للضرب بالآلم والحزن الشديدين لكن ومن دوني أن يقول كلمة واحدة كذب على الرمال اليوم صديق المقرب صفعني على وجهي استمر بعدها في المسير إلى أن وصل إلى واحة جميلة فقرر الاستحمام في بحيرة الواحة لكن الشاب الذي تعرض للصفع سابقا علق في مستنقع للوحل وبدأ بالغرق فسارع إليه صديقه وأنقضه في حينها كتب الشاب الذي كاد أن يغرق على صخرة كبيرة اليوم صديق المقرب أنقض حياتي وهنا سأله صديقه الذي صفعه وأنقضه بعد أن أذيتك كتبت على الرمال والآن أنت تكتب على الصخر فلماذا ذلك؟ أجاب الشاب حينما يؤذين أحدهم علينا أن نكتب إساءته على الرمال حتى تمسحها الرياح النسيان لكن عندما يقدم لنا أحدهم معروفة لابد أن نحفره على الصخر كي لا ننساه أبدا العبرة من هذه القصة كن متسامحا ولا تنسى من قدم لك معروفة لا تقدر ما تملكه من أشياء وإنما قدر ما تملكه حولك من أشخاص ترجمة نانسي قنقر